اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كان عندي 400 تقريبا بس يوم بديت في القيامنج بدأ يجيني الحين صار عندي 6000 مشترك انا ما تبرا كثير بس ولا تبرا يعني قيل عمتو كيف يعني في الوسط او شي زين بس انه للأسف انه اغلابهم مو فعالين بس انه يعني مو بشي يعني اقدر اتحكم فيه انهم فيعني الفترات هذه او الفترة هذه الأخيرة اذا تلاحظون اني مو بزيور انا انزل كل يوم كنت مثلا في الصيف كنت مرة يعني مرة متحمس انازل فيديوات كثيرة live commentatees commentatees walkthroughs حاجات كثيرة يعني فيديوات مثلا اجيب على المواضيع يعني تخص لعب معلومات وكذا بس الفترة هذي الأخيرة بديت أطفش خلاص كذا حتى ما ما نفش يعني ما فيني كيف أقولكم يعني ما ودي أنزل فيديو الهيل الوقتروز ما ودي أتعب خلاص صرت طفشان ما عد ودي أسوي هذا الشي في نفس الوقت أنا أحب اليوتيوب يعني أحب هذا الشي يعني أسوي هذا الشي حتى لو ما يعني يعني صحيح أني يعني يجيني داخل مادي من اليوتيوب بس حتى لو ما يجيني مثلا راح أبقى أبقى أسوي هذا الشي إلهي لأنني أحب هذا الشي يعني متعب الشي الوحيد اللي يمديني مثلا أبتعد على العالم كله وقيت بالحالي في غرفة وحدة وقيت أصالف مناس يسمعون كلامي ويأزوني وأنا أعزهم اللي هو اليوتيوب يمديني أسوي هذا الشي ما أتوقع أن يمديني أسوي ما أتوقع أن يمديني أصالف مع 6000 واحد بره اليوتيوب ما يمديني أكيد ما يمديني من لي بضيع وقتها يعني في العالم وشان يجي يصالف معي يعني أتكلم عن عدد هذا الكبير 6000 واحد يعني لكن في اليوتيوب يمدينيك تسوي هذا الشي في ناس اللي عنده يعني كل مكان ومشتركين أكثر كل مكان أحسن شي طبيعي بس الشي اللي هنا الموضوع يعني في هذا في هذا الكومنترين أنا بديت أطفش من هذا الشي بس أنه في نفس الوقت ما أبغت في اليوتيوب مو عشان شي يعني بس عشان هذه زي الهواية بس أنه طفشت منها من ناحة أني أنزل معلومات وأتعب كثير وآخر شي يعني تحس أنه ما في اهتمام من المشتركين بالنسبة الفيديوهاتي طبعا أنا ما أجي أتمنى صحيح إنه يعني شي يعني راجل المشتركين بس أنه في نفس الوقت أبغى أنه أنزل فيديوهات أنا مستانس و أنا أسويها ما عد ستستانس في الفيديوهات اللي يزيحي المعلومات وبوقت تروز يعني هي الشي الوحيد اللي أتوقع haceقم في لي أبغى أني سويها مثل ما عصتك أو شو زيabe هي الشي الوحيد اللي يستانس في الحقيقي أم لكن الكومينتريوهات اللي أستانس فيها اللي تخص حياتي مو سهب التخص بس إنه لاحظت أغلبكم ما يحبون هذى الشي لا ي disput وأم يعني ما توقع أني وأعني ما توقعني راح أوقفه ف... قناتي راح أتغيل تغيل تغير أتغير بشكل كبير وأتمنى أنا ما حادي فهم جدا قوة بحسبني أتمنى عليكم وليه ما تشتركون وليه ما تساءوا نايك لا أنا ما أقول كذا ما ما أقول كذا بس إنه يعني أنا قاعد أشرح لكم بالضبط ليه يعني قناتي أنا نازل مستواع شوية ف... في فترة هذي اه لين ما قاعد أن أزل فيديوهاتي يعني بشكل يومي ام غير كذا انه.. وسيللي يمطفشني من اليوتيوب بالضبط لي يعني أنا موا بقاعد أن ننزل فيديوهات أو ليه أنا موا بقاعد 것을 أستهرطها في الفيديوهاته اللي،نزلها فانو الشي اللي بنج work adopt me أو الشي اللي يراح ساوسه في قناتي انو راش أنزل فيديوهات يعني أنا أستانس و أنا قاعد عد وكرتها مثلا هذا الفيديو يعني سكألش اه اه اه... في بالي شي بالي خلص يقومنون ب Löwen فاستهنس انanson انهم فاروس فراح ممكن امسوء سلسلة مجردرفين فاروس اتكلم عن مشاهدة من هائل اتكلم عن مساجدتني في لاستيوب اما عليكم لان شي انا عاجبني ايضا من تلك الفيديو حصول هو الرسال ترجمة نانسي قنقر 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 هذا هو الفيديو هدفي من الفيديو انكم اتمنى اتفهمون وش بالضبط اللي قاعد يدور في بالي الحين جاتني فترة انه يعني اسبوع اللي راح واللي قبله قاعد افكر كده تاكي كده افكر ها اسكر مو بسك القناتي عافونا اوقف فيديو انزل يعني اوقف اني انزل فيديوهات معا انزل ولا اكمل على البصير فانه قررت اني اغير طريقة تتزلي الفيديوهات قررت اني تغير طريقة الكمنتريات اللي نزلها والفيديوهات اللي نزلها فاتمنى تعجبكم الفيديوهات اللي راح تنزل في المستقبل اتمنى اعجبكم هذا الفيديو كان معكم بو مسلمان مع السلامة